يعني ايه يا فندم يعني ولادنا الشرفاء الزباط بتوع مكافحة المخدرات اللي بينزل وهو بيحارب عصابة ممكن تكون مسلحة وممكن يكون لها أذرع في كل مكان ويكون لها سلطان في كل مكان ونازل عشان خاطر يجيب تجار المخدرات دول واحد مجرم واحد مجرم راح قال له خلي بالك ده محمد بي نازل النهاردة ومعاه حاملة جديدة جدا عشان يقبض عليك يبقى ممكن الراجل يترصد القوة بتاعت محمد بيه ويمكن الراجل يروح مما واثنين تلاتة منه اتنين تلاتة منه وتبقى بسط الحملة ده اللي عملوا وامره بضبطه احضار خمسة اخرين طيب جميل جدا لما بنزيع هذا الخبر في الاعلام وتكتبه الصحف والجرائد ده معناه ايه يا فندم معناه انه مهما كان الشخص الذي ارتكب الجريمة حتى وان كان وزيرا او رئيس حكومة او عضو في البرلمان او اي مكان الاعلام سيذكر هذا الامر والاجمل بقى ان المؤسسات دي بتقول يعني كان ممكن وزارة الداخلية تقول ايه والله بقى ايه وفي طرق بتتعمل الحاجات دي عشان بس انقاش نجذب على بعض يعني نخبي الموضوع او بقى لاش نجيب سيرته وارد او يبقى عندها طرق كده بان التحقيق يبقى متكتم عليه بيحصل لكن لا اللي غلط بيتحاك اللي غلط بيتحاك ارجوكم اقفوا عند الكلام ده كويس ارجوكم اعرفوا الفرق بين زمان وبين دلوقتي ارجوكم هتولي واحد في مصر بيقول انا واسطى لاني تبع رئيس الجمهورية مش معنى كده البلد ما فياش اخطاء فيه اخطاء بس في الحتة دي بامانة ما فيش يعني ما فيش حكاية ايه يعني انه انا سدقك ان على المستويات الصغيرة بيحصل يعني واحد زميل واحد فبيصهين على حاجة بتاع لكن أن يكون سياسة عامة للدولة أن هناك نوع من السكوت على مراكز قوة نوع من الصهيانة على جرائم بعينها نوع من أنه النبي بلاش عشان شكلنا يبقاش وحش قدام الشعب ما فيش كده ما بقاش فيه كده الرئيس السيسي أبض على وزير في الحكومة في قلب ميدان التحرير اقبضوا عليه طالما خالف القانون نزل محامي عام أول نيابة أمن الدولة جابه من الشارع بعد دقيقتين من لقائه برئيس الوزارة ده واقع إحنا بنعيشه زي ما احنا عندنا مشاكل في حرية الرأي برضو بنعاشر دي موجودة ودي موجودة دي لا ننكرها ودي لا ننكرها نتمنى أن الشفافية تتم ونتمنى أن حرية الرأي تتفتح دي موجودة ودي موجودة دي بنقولها في وسائل الإعلام ودي بنقولها في وسائل الإعلام البلد دي مش بتاعت حد ولو حضرتك بتكتب ورايا حسن خطك وكتب اللي أقوله لك البلد دي مش بتاعت حد البلد دي بتاعت المصريين كلهم المصريين كلهم على قدم المساواة أمام القانون خلاص كتبتها ارفعها بقى زي ما أنت عايز بس أنا بقولها تاني البلد دي مش بتاعت حد البلد بدعت المصريين كلهم والمصريين جميعا أمام القانون سواء ولو شفنا عكس كده هنقول لو شفنا عكس كده هنقول لكن الخبر بصراحة يعني أنا أنا شخصيا يعني سعيد بهذه الشرفافية يعني سعيد بأنه ما فيش حد له مصلحة يعني إيه يا فندم له مصلحة يعني إيه يعني إيه الوزير يبقى له مصلحة ويعني إيه المسؤولي الكبير يبقى له مصلحة المصالح عبارة عن إيه يعني يا فندم حاضرة تيه كده في إقرار الزمة المالية للوزير تلاقي عنده حتتين أرض كده منايم عليهم لحد ما يطلع بقى من الوزارة وساعتها بقى ما يبيعهم يبقى فيه كم مليون كده عشان الهانم والولاد يعودوا بقى يروحوا أوروبا ويتفسحوا ويعملوا الحاجات اللي بعملواها الزريفة دي ما بقاش فيه ما بقاش موجود ده احنا بنجيب ناس من مكاتبهم بيكسبوا ملايين في مكاتبهم الخاصة وبنقول له سيبهم وتعالى خد 32 ألف جنيه وابقى وزير والإعلام ينتقدك بالليل والجراية تنتقدك الصبح وحياتك الخاصة تخترق ولو جنيه واحد الراجل اللي موجود ده ما بيرحمش في حكاية جنيه من بتوع الدولة ممكن تنتقد الصحة وتنتقد التعليم وتنتقد حرية الرأي بس أقسم بالله فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام وما يتعلق بمكافحة الفساد في مصر اللي بنعيشه ده تاريخ اللي بنعيشه ده يعني شيء يدعو للفخر ليه يا فندم لأنه رأس الدولة أرادت لأنه رأس الدولة بلا مصلحة لأنه رأس الدولة تريد أن تطهر كل أماكن الدولة الفاسدة هنا بقى يجي صالح المجتمع يجي يا فندم يجي صالح المجتمع يعني إيه؟ يعني مثلا كانوا زمان يحكو لنا يعني إحنا كانوا بيحكو لنا الله أعلم بقى الحقيقة كان شكلها إيه؟ إنه كان فيه وزير إسكان ورئيس ديوان ويقول له يا ابني والنبي حتة القهدي دي عجبانة يقول له طب يعني عايزنا أيوة عايزنا دي بتاعت الدولة يا سيدي خدها بالقسط على عشر سنين أو بعدين وبعدين بقى اكتبها باسم جوز بنتك فجوز بنتك زمته المالية منفصلة عن زمت ابنك ومراتك أو بعدين وإنتوا بقى بينكم كعيلة بقى لمه الغلة دي بعدين فلوسنا شآنا إنه نبنى بيها مستشفيات ولا نبنى بيها أماكن نتعلم فيها أولادنا كانت السرقة منهك في مصر كان عرف متبع الله يسامح اللي كانوا السبب لما فاقت الدولة لما بقى عندنا راجل إيده نضيفة شفنا حاجات كتغيبة شفنا أشياء لما تيجي تكلم مع الضباط الرقابة الإدارية أو مع السيدة الوزيرة عرفانه دي راجل يعني مفيش كلام بقى خنس الكلام بقى دي راجل ده يقول لك إحنا عندنا تعليمات من رئيس الدولة أي مخلوق في الجهاز الحكومي شو بقى أي مخلوق دون الرجوع لأحد يحاول أو يتجرق على المال العام القبض عليه فورا دون استئزان أحد ليه استئزان يا فندم؟ عادة في الدول بيحصل نعمل مواقمات يعني هل التوقيت السياسي مناسب بنقبض على وزير دلوقتي؟ هل التوقيت السياسي مناسب إن أنا أشوف يعني أفجر قضية فساد دلوقتي؟ قال لهم أنا ما بيفرقش معاه التوقيت أقبض عليه بعد ثلاث دقايق ما تلاقيه أقبض معلوماتك جاهزة متأكد من تحريتك أقبض يا فندم محاول عني أبو طب ده وزير إن شاء الله يكون ما يكون دي مصر الجديدة دي الحاجة الحلوة اللي في بلدنا دلوقتي دي الحاجة اللي إحنا لازم نفخر بيها ما بقاش فيه سرقة في مصر مش ما بقاش فيه معناها أنه تحت ما فيش لا بس ده شعب بقى يعني أنا مش هروح أقول للموظف اللي خد منك رشوة مبارح في المرور ولا في الجوازات ولا في الشهر العقاري ولا في الصحة ولا في التعليم أنا مليش دعوة دي اسمها جريمة دي موجودة في كل المجتمعات لازم حاجة تبلغ ولازم حاجة كمان ما تدفعلوش الرشوة ما هو ده الأهم ما فيش دول تقدر تنفذ القانون لوحدها بس سياسة الدولة ما هو هوا من يحكمون إما أنهم مجموعة مع بعض فتلاقي بقى فلان بيه بقى عنده دلوقتي ما شاء الله الفيلا بتاعت الساحل والفيلا بتاعت التجمع وحتتين الأرض اللي هو بده دول حتتين الأرض تسايبهم للعيال مسكين حاجة بسيطة كده زي خمس تلاف فدان لكل واحد ولا حاجة ده الكلام ده خالص الكلام ده كان زمان بقاش فيه ده دلوقتي كان فيه ستات وهم سمعيني دلوقتي ويعودوا مع المسؤولين وزراء مسؤولين قبل كده والنبي ما عليش عايزين تخصيص للبتاع السلفيلة ناقصها بس السبعمائة متر بتوع مارينة توزعوا قوت المصريين تبتاخدوا قوت ولادنا ربنا سبحانه وتعالى عدل وحكم عدل مش هيسيب أي حد حتى لو القوانين والأوضاع المحلية ما قدرتش أنها تضبط هذه الجرائم المنظمة في حق الشعب المصري لكن رب العباد سبحانه وتعالى هو القادر على أنه ويكشف كل الناس دي والحمد لله أنه يعني فيه بلدنا ناس شرفاء بالفعل هيئة رقابة الإدارية رجال هيئة رقابة الإدارية مبحث الأموال العامة الناس دي يا جماعة ما هماش نجوم مش بيعوذوا في الاستوديوهات وصورهم تنزل في الجرائد مع أنهم نجوم حقيقيين في العمل اللي بيعملوه زابط مكفحة المخدرات اللي نازل عشان يعمل دبطية وكان هيتباعه ده كان هيرجع جصة ما حدش يعرف اسمه مش نجم صوره مش في الشوارع بطلعش في تلفزيونات زينا بس بطل كيس الهيروين ده لما بيدخل في واحد بيكسب من وراء 2-3 مليون جنيه وفيه 200 ألف شاب بيروحه وفيه زابط أنت علمته بينزل بسدره ومضيع حياته عشان يجيب لك المجرم ده وعشان يضبط الضبطية دي ده اللي لازم يبقى نجم ده اللي لازم يطلع في التلفزيون ده اللي لازم صورته بقى في الشوارع اللي ماتوا في سينة النهاردة ده اللي لازم أسماء المدارس تبقى بأسماءهم لازم أسماء المشروعات الجديدة تبقى بأسماءهم دول أصحاب الفضل دول اللي راحوا عشان احنا نعيش هاتلي واحد تلع من الرقابة الإدارية وقال والله أصل بكر اللواء فلان والعقيد فلان والمقدم فلان والملازم أول فلان والملازم فلان عشان خاطر احنا عملنا الشغل بتاعنا ولا بيحصل يقولوا هيئة الرقابة الإدارية ده اللي مصر بتعيشه دلوقتي ده الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي ده مش كلام بنقوله لحضراتكم في تلفزيون حسبونا بعد كده على اللي احنا بنقوله حسبونا بعد كده على اللي احنا بنقوله وبرضو على الجانب التاني هناك ضيق في حرية الرأي عشان بس برضو ايه كل الشيء كده هنفكر فيها عشان نزعل بعض الناس وايه ونحاول نلاقي حل لموضوع حرية الرأينا انا متفائل جدا وعندي حب البلد جديد وعندي اعتزاز بما نحن فيه واعتزاز بالجيش اللي احنا عملناها وبالشرطة اللي احنا عملناها وبمواطنين شرفاء بيشتغلوا بجد في كل مكان ومهندسين حفرت وبنت وعملت مشروعات وبناس علجت فيروسي يعني فيه أشياء كثيرة جدا في البلد من دول تدعو الأمل كثيرة جدا تراها رؤي العين في كل مكان تدعو الأمل ولكن والله العظيم لا تبنى الأوطان إلا بالشعوب لو أعدنا جبنا حكومات لعالم كلها أرجوكم إن لم ينصلح حال الشعوب وتحافظ على مقدرتها وتحافظ على مصالحها وتحافظ على بنياتها وتحافظ على مشاريعها قومية ولا قوة في العالم تستطيع أن تحافظ على وطنك فاتقوا الله في أوطانكم أديكم شايفين الدنيا يعني اللهم لا شمات بأحد يا رب احفظ سوريا واحفظ ليبيا واحفظ العراق واحفظ اليمن يا رب احفظ كل هذه البلاد اللي إحنا وبحمد الله بعاد تماما عن تركيباتهم الاجتماعية وعن عقائدهم لكن كل يمني بيسقط إحنا يعني بنحزن كل عراقي يسقط نحزن كل ليبي كل سوري بنحزن ربنا يكفينا يعني شرور الأزمات وربنا يجعل يعني وطننا دائما للأمام